بعد أقل من أسبوعين على جريمة الفرحاتية في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين والتي راح ضحيتها 12 شخصا بين شهيد ومخطوف تكررت الجريمة في قرية المزاريع التابعة لناحية يثرب حيث أسفرت عن استشهاد اثنين فضلا عن اختطاف شابين وسيدة مسنة بعد إصابتهم بجروح بالغة ثم تبعها هجوم آخر بعد نصف ساعة أدى إلى إصابة موظف يعمل في محكمة ناحية فقاعدين بحديقتنا نحن ملتمينان واخوتي فأخوي الذي انضرب هذا أخوي قصاي قام وين؟ قام على الباب الرئيس يماننا فلاحظ اثنين مسلحين واحد يعني موجه علي قناص بي ناظور يعني شعر نازلية يريد يعني ضربه فأثناء الهاي منشا فلاحظ علي هذا رأسا سوى حركة وانهزم فهو سوى ضربه بصليه فالصابة ابطلقتين ببطنه وبرجله ضروف الجرائم الإرهابية التي حدثت في صلاح الدين وفي محافظات أخرى تكاد تكون متشابهة ويتوسطها عامل مشترك هو بقاء القوات الأمنية المسيطرة على تلك المناطق ساكنة بلا حراك رغم كثافة عددها ومتانة تجهيزاتها وفقا لما يقول الأهالي القوات الموجودة اللي بيثرب تحرر محافظة كاملة مو على منطقة يثرب صغيرة عالم تريد تنزح تريد ترجع على مكانها اللي يروح البغداد اللي ترجع على المخيمات من وراء الوضع الأمني سكان المناطق المستهدفة هذه نازحون عادوا منذ عامين على أقل تقدير لكنهم لم يجدوا أمنا أو استقرارا بسبب الهجمات المتكررة عليهم فباتوا مهددين بالنزوح مجددا ما أثار الشكوك حول الجهات المسلحة التي تستهدفهم وعلاقتهم بمخططات التغيير الديمغرافي للاستيلاء على هذه المناطق